اشتركوا في القناة أول عطية يعطيها لنا الله هي عطية الفرح يقول أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح ثلاث تحزنون ولكن يتحول إلى فرح وطبعا الحزن ممكن يكون لأسباب كثيرة ممكن يكون فقدان حد من أحبائنا ممكن ضيقة الإنسان يمر بيها ممكن فشل الإنسان يمر بيه أشياء كثيرة ممكن الإنسان يمر بيها في حياته تسبب له حزن لكن إزاي الحزن دوت ما يتغلبش علينا وبدأ الحزن يكون فرح فقط في المسيح لما الإنسان يسلم حياته للمسيح ويكون عنده إيمان يكون عنده إيمان إن ما يمر بيه من أحزان ومن أتعاب ربنا معاه في وسط هذه الأحزان وربنا يعطي قوة فربنا ينعم على الإنسان ده بفرح أول عطية ربنا يعطيها لنا ويقدمها لنا هي عطية الفرح عشان كده معلمنا برس الرسول يقول إفرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا إفرحوا إفرحوا إزاي في الرب عشان كده مهم قوي إن الإنسان في وقت الحزن يلتصق بالله يقرب من ربنا يصلي أكتر يجي كنيسة أكتر يقرأ كلمته أكتر فلما يقرب من ربنا في وقت الحزن ربنا يحول الحزن ده إلى فرح تقول لي يعني ربنا لما نكون حزين عشان حد ننتقل هيرجعوا تاني عشان نفرح لا طبعا لا طبعا لكن ربنا هيعطي عطية في القلب من جوة فرح إزاي دي بتاعت ربنا لما الواحد يسأل إزاي ربنا هيعمل كده ده عمل ربنا ده عمل ربنا وعمل الروح القدس فينا العطية التانية اللي بيعطيها لنا سيد المسيح والنهار ده زقر هرنا هي عطية السلام كلمتكم بهذا وفي السلام يعني الإنسان يكون عنده هدوء وغير مضطرب وغير ألآن وطبعا أنتوا يمكن والإنسان لو فقط سلامه لو فقط سلامه يبقى عامل زي السفينة اللي في البحر اللي متكسرة سفينة تخيلوا سفينة كده في البحر وفيها سقبة أو متكسرة هتقدر أن هي تواجه الميا والأمواج هتقدرش فإحنا حياتنا لابد أن نكون عايشين في سلام ولا نضطرب ولا نقلق لأن إحنا عندنا إيمان وإلهنا ضابط الكل إلهنا ضابط الكل وهو ده مصدر السلام الظروف والحياة وكل شيء في إيد ربنا في إيد ربنا وربنا طبعا هو كلي القدرة والحكمة يبقى الإنسان ما يخافش السفينة دي اللي أرتلكم عليها لو هي فيها خرم ولا متكسرة ما تقدرش إن هي تتواجه لو السفينة فيها قائد وقائد ده مشهور ومعروف بالكفاءة بتاعته الناس ما تخافش لأنه عارفين إن هو هيقدر إن يوصله من بر الأمان في حالة السلام اللي عندنا دي منبعها الإيمان بالله الضابط الكل وطبعا هنا تأخذ بالكم إن يسوع قال فيا سلام السلام في المسيح وإحنا من خلال المسيح وإيمان نبيه وسقناه جوانا إحنا يكون عندنا السلام العطية التالتة اللي بيعطيها لنا النهاردة السيد المسيح هي عطية الغلبة ثقوا أنا قد غلبت العالم I have overcome the world يعني إيه الغلبة يعني إيه الغلبة الإنسان من أول ما بيتولد في المسيح في المعمودية وهو بيخش في حالة جهاد لغاية آخر يوم في حياته بيحصل إيه؟ بيحصل إنه إحنا جوانا الروح الكدس أخذناه في السر الميرون بعد المعمودية وبقينا أولاد لله ولكن إحنا عايشين في العالم إحنا أولاد لله لكن إحنا مش عايشين في السماء إحنا عايشين فين؟ في العالم والعالم مين رئيس هذا العالم؟ عدو الخير سيد المسيح أركدقار رئيس هذا العالم آتن ولم يكن له فيها الشيء رئيس هذا العالم بمعنى مش هو يعني اللي بيتحكم في العالم لا لكن الشهوات والمشاكل والمتاعب اللي في العالم هو اللي بيثيرها هو اللي بيثيرها ليه بيعمل كده؟ عشان عايز ولاد ربنا ما يكملوش الطريق اللي هم بدقوه فين؟ في المعمودية هو ده كل اللي عايزه هو عارف مصيره وعايز كل الناس اللي بقى معاه وبالتالي الإنسان ابن ربنا أول لما يصير ابن ربنا عدو الخير بيعمل ايه؟ بيقول خلاص هنبدأ نشتغل مع الأخ ده أو مع الأخت دي المطلوب مننا اللي مطلوب مننا نغلب عشان كده لما تقروا سفر الرؤية يقول كتير عن الغلبة اللي هيغلب هياخد اللي هيغلب هياخد اللي هيغلب هياخد طب كيف نغلب ما انت عارف يا رب احنا ضعفة واحنا قد عدو الخير ده واردو ليه إمكانيات وليه طبيعة لأنه كان من طغمة الملايكة وليه قدرة أكتر من البشر ماذا كده؟ لكن احنا إيماننا بربنا هو اللي يغلب ليس أنا اللي هغلب ولا أنت اللي هتغلبه لكن ربنا هو اللي هيغلب عشان كده من اتضع من اتضع ربنا يغلب في حياته والقصة اللي احنا عارفينها كلنا بتاعة الأنبى أنتونيوس لما خرج مرة من القلاية وشاف مجموعة كبيرة من الشياطين وصرخ ربنا قال له مين يا رب يقدر على دولا كلهم مين قال له المتضعين فلما نتضع يعني نعرف ايمتنا كويس نعرف ان احنا تراب نعرف ان احنا ضعفة نقول يا رب اسندنا واوينا واعطينا يا رب الغلبة ربنا يغلب في حياتنا داود كان طفل صغير كان عنده 11-12 سنة ادر ازاي يقف قدام جوليات الجبار اللي بيمثل عدوه الخير وشهواته ومحارباته ادر يغلب ازاي ادر يغلب قال له انت تأتيني بسيفه رمح اما انا فأتيك باسم ايه رب القوات فكان عنده ايمان ان ربنا معاه وكان عنده يقين ان هو ايه ولد زوائر مفيش حاجة في ايده لكن ايمانه بربنا انه معاه عشان كده ادر انه يغلب الفرح والسلام والغلبة دي عطايا ربنا بيقدمها لينا لكن بشارة ان احنا نكون منتصقين بربنا وعندنا ايمان به وحياتنا كلها في ايد ربنا الهنا كل ما يكذكره من الآن ويا الابد امين